وصلني ميسج من البرنامج الوطني أنه في فحص ثدي أسوي إذا كان عمري فوق الأربعين وكان فيه رقم اتصالت على الرقم وحطيت الموعد بالمستوصف القريب من مكان سكني لما رحت هنا كل أقصائية شرحت لي طريقة بس قالت لي أنه ممكن فيه تكملة فحص في مركز فيصل مركز الرئيسي ما لهم ورحت الفحص تكملة الفحص بمركز فيصل كان عندي سونار والحمد لله سويت السونار والحمد لله النتيجة كانت سليمة فمنذ انطلاق البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي عام 2014 لغاية الآن استقبل حوالي عشرين ألف سيدة في عيادات فحص الممقرام البالغ عددها خمس عيادات متواجدة في مختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية عدد حالات السرطان 240 حالة الحالات البدائية منها غير منتشرة موجودة في قنوات الحليب التي هي الحالات تعتبر البدائية 37 حالة حيات المتقدمة منها 193 حالة السنة اللي طافت عندنا العدد للحالات الكانسر 46 حالة أسباب الإصابة بسرطان الثدي ترتبط بعوامل وراثية وعوامل متغيرة العمر كلما تقدمت المرأة بالعمر تكون أكثر إصابة بسرطان تاريخ الهستري من المريضة إذا كانت المريضة مثلا عندها سابقا مصابة بسرطان فهي أكثر عرضة أنها تصاب بسرطان العوامل المتغيرة حبوب منع الحمل الهرمونات الخارجية التي تعطيها بعد سنة اليأس السمنة عيادات فحص الميموغرام متواجدة في مركز العقيل الصحي ومركز النعيم الصحي ومركز خيطان الجنوبي بالإضافة إلى مركز الزهراء الصحي ومركز شيخان الفارسية إجراءات الفحص لا تتعدى عشرين دقيقة طبعا لما تينا المريضة ننوم بالضغط على الثدي نصورها تقريبا صورتين لكل الثدي تطلع النتيجة خلال أيام وأحيانا كانت تطلع النتيجة أثناء المريضة نفس اليوم أحيانا على حسب ضغط الشغل عندنا نتدرون أن نغطي جميع مناطق الكويت فالأعداد ما شاء الله كبيرة وأحيانا نستدعيها لفحصات إضافية